منا الناب أحمد عشور مقدم طلب إحاطة موجه لوزير قطاع العمال حول أسباب الخسائر اللي تعرضت لها شركة النصر لا ما ظنني مش مش خالد مقدم أحمد عشور مقدم في سيد لكن الحقيقة في طلب إحاطة مقدم مني لوزير قطاع العمال عشان شركة النصر لصناعة الكوك بحلوان الحقيقة الشركة دي بتواجه مشكلة حقيقية بين أزمات متعددة من شأنها أن تؤدي إلى خسائر كبيرة بتتعرض لها الشركة وده بيفتح الطريق أمام صدور قرار بإغلاقها بسبب منع الشركة من الاستيراد الفحم الحجري من الخارج خاصة بعد أن الدراسات كلها أكدت أن هناك جدوى من استمرار الشركة إدارة الشركة شركة النصر صناعة الكوك حذرت في خطاب موجه إلى الشركة القبضة الكيموية من مخاطر التسخين بدون وجود فحم حجري داخل الأفران لأنه يعني ده حيؤدي إلى تسخين البطاريات اللي هي البطاريات الأفران دون وجود فحم حجري هي يعني مدتها حوالي 45 نوم وبعد تلك الفترة حتتعرض حوائط البطاريات اللي هي مجموعة الأفران من للانهيار نتيجة لحدوث التصدعات والشروخ بها ولن تصبح البطاريات صالحة للعمل إلا بعد إجراء عمراء الجسيمة مما يجعل تكلفتها بهزة والكلام ده الحقيقة متقال يعني خصوصاً أن الشركة في السنة المالية بتاعت هذا العام 2021 شركة بحقها 50 مليون جنيه ربح وفيه ألف حاجة أو حاجة عايزة مصانع السكر عايزة ده المناطق كتير عايزة ده الخارج عايزة ده فنتمنى بالفعل أن نشوف حل لشركة الكوك واللي هيبقى مصيرها مصير الحديد والصلب نتمنى التحرك ونتمنى بالفعل من الحكومة أصله لو كل الشركات حنقول عليها بايزة يعني اش معني القطاع الخاص بينجح المشكلة لو كانت في الإدارة غيروا الإدارة وعملوا حتى إن شاء الله إدارة مشتركة نبلاش نضرب صناعات استراتيجية لما أفدنا الحقيقة الصلب وقال لكم شوف الحديد وصل كام النهاردة حنقف الكوك وفيه مصانع سكر بتعتمد على الكوك وأعتقد إن احنا في حاجة إلى أن نراجع أنفسنا كثيرا في مثل هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر